أقدم وصفة كيك بملها هالوصفة عمرها 30 سنة من ماما اللي يخليلي إياها هالوصفة دا ما بتطلبوها مني مكوناتها كتير سهلة رح يكتب لكم ياهم كلهم بالكابشن أهم إشي تكون الزبدة والبيض بحرارة الغرفة أول إشي رح نبدأ بخلط الكيك رح أنزل الزبدة بعدين السكر وكمان الفانيلا رح أخفقهم منيح لحتى ما يتجانسوا كلهم مع بعض بعدين رح أبدأ أضيف البيض واحدة وردتانية بالنسبة للمواد الناشفة رح أخلطها مع بعض بإيدي وبعدين رح أبدأ أضيفهم على الخليط الأولاني شوي شوي مع الحليب بس أخلص خلطهم رح يكون عندي خليط متماسك سميك نوعا ما رح أدهن صنية يكون قطرها 23 سنتي وأحط عليها شوية واكس بيبر كمان هلا بالنسبة للتفاح رح أشره رح أدهنه بالعصير الليمون ورح أطعه شرائح بس رح أخليه متماسك من الأطراف رح أرتب التفاحات على الوجه بس ما رح أضغطهم لتحت رح أحطهم بالفرن على حرارة 180 تقريبا 55 دقيقة بس تطلع رح أرشها بالسكر الناعم عن جد وصفة بتشهي رغم سهولتها بس طعمها بشهي وخصوصي مع الشاي ومع القهوة صحة وألف هنا